حتى لو تمت في موعدها المقرر توجه الانتخابات التشريعية في العراق تحديات جدية تحول دون إجراء استحقاق النزيح يطمح إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في ظل واقع الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة ويشكل سلاح المجموعات المسلحة الحليفة لإيران وسلاح العشائر وسط وجنوب العراق التهديد الأمني الأكبر على سير العملية والوصول الآمن لمركز الانتخاب في محافظات وسط وجنوب البلاد وكذلك المحافظات المحررة ومناطق أخرى خاضع أمنيا لسيطرة تلك المجموعات المسلحة ولا يبدو أن الكاظمي لديه ما يكفي من القناعة واليقين بإجراء انتخابات نزيهة إلى حد ما مع الحديث المتكرر عن ضرورة وجود مراقبة دولية لضمان نزهتها ورجح عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة بليغ أبو قلل الذهب إلى خيار مقاطعة الانتخابات المقبلة في ظل الظروف الرهنة وعمليات الاغتيال والترهيب بينما كشفت قوى سياسية عن تعرض عدد من المرشحين لتهديدات وضغوط مختلفة لدفعهم إلى الانسحاب من الصباق الانتخابي بهدف إبقاء الدوائر الانتخابية حكراً لمرشح بعض الجهات السياسية المتنفذة وخاصة التي تمتلك أجنحة مسلحة لها وكانت مجموعة كينات سياسية مدنياً بثقت عن حراك تشرين أعلنت انسحابها وتعليق مشاركتها في الانتخابات احتجاجاً على استمرار عمليات القتل وتهديد السلم الأهلي وانفلات السلاح وتتخوف الأوسط السياسية من خسارة متوقعة كلية أو جزئية للكتل والأحزاب السياسية المتنفذة في الانتخابات المقبلة إذ من المتوقع أن تكون للمشاركة الشعبية الواسعة والشباب منهم بشكل خاص أثرها الواقعي على نتائج الانتخابات لصالح المرشحين المستقلين عن الأحزاب والكتل السياسية أو لصالح أحزاب ينتظر الإعلان عنها من أوسط المحتجين أو بدعم منهم وأحذرت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت من فشل العراق في تنظيم انتخابات ذات مصداقية في ظل ممارسة الضغوط والتدخلات السياسية وحملات الترهيب والتمويل غير المشروع